احنا ما نقدرش نقول ان الحاول نفسه مرض وراسي الحاول مشكلته انه هو بيدي للانسان مظهر غير حقيقته علاج الليزك اللي حاول أطفال ده أبسوليت ممنوع الحالة الوحيدة اللي يمكن عمل فيها الليزك لطفل فرق بين العين دي والعين دي أكبر من ان النضارة تقدر تتحكم فيه علاج الحاول في الكبار نسبة نجاحه كبيرة جدا الاستاذة الدكتورة نيرمين محمود بدوي استشاري طب وجراحة العيون مدرس طب وجراحة العيون دكتورة طب وجراحة العيون بكلية الطب زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية جلاسجور زميل المجلس العالمي لطب وجراحة العيون كامبريج عضو الجمعية الامريكية لطب وجراحة عيون الاطفال والحاول AAPOS عضو الجمعية الاوروبية لطب الاطفال EPOS اهلا بكم النهاردة لقاء مثير ومهم جدا بس انا عايز انبهه لكم حاجة خاصة بالاطفال مهمة اوي اولا حكاية الاقلام بتاع الليزر اعتقد انا لازم هاسأل ضفتي العزيزة النهاردة الالام الليزر دي خطوطتها ايه يعني لانه كتير من الولاد بيجيبوا الام الليزر في المتشاط وفي البتاع ويعودوا يلعبوا يهزروا وفيه ناس بتجيبها تقعد تهزروا وبيبدأ بالكبار ده حتى الكبار يعني يعني ساعات تلاقي راجل محترم كده او شابه محترم وجايب الالام الليزر دي وقاعد في البلعب عمال شغال على الجوان بتاعت الفريق المنافس وقاعد مع اصحابه يهزر معاهم لو كانوا ساكنين قدام بعض الاطفال برضو التصوير الفوتوغرافي يعني برضو عايز اعرف قيمته يعني بس التصوير الفوتوغرافي على فكرة له ميزة انه ممكن يقال برضو هنشوف صحة الكلام ده انه بيعبر عن طبيعة العين يعني لو بانت ان العين فيها بياض باين في حد اخر عين زي ما شايفين كده ده بيقولك يعني سجست انه ممكن يقول الحق اكشف ده ممكن يكون فيه مياه بيض الحمر في العين يعني يريد ريفليكس ان العين تبقى خمرا من جوه ده دلالة على ان كل حاجة تمام مفيش اي مشكلة خط برضو العكاس من اللون اللابي ده مقلق احنا قلنا مقلق لو العكاس لون اصفر ده يدل ممكن على مرض تاني اسمه كوتس ديزيز ده مرض بيصيب الاوعية الدموية بيؤدي الى تعرجة وزيادة نسبة توحشة في الشبكين وتفر بس خلي بالنا من الليزر الله يخليه لكن عيون الاطفال لها تعامل خاص هنفهمه نهارده مع ضيفتي العزيزة اسمه متميز للغاية وعوار علمي رائع جدا هتسمعونه نهارده وممتع ومنظم وفي جون زي ما بيقولوا بس في عالم العيون ضيفتي العزيزة لست دكتورة نرمين البداء واهلا بيك يا دكتورة نرمين منور الناس الحلوى رباني يا بارك عايز اخل مني كاي يعني ساحل الليزر ده خطر كده؟ اه طبعا على انه حراك مش عارف اصلا ايه نوع الليزر المستخدم علشان خاطر نوجهه لعنين الناس يعني فاكيد طبعا مش مش هو مش طبيعي ان انا اوجه على عنين الناس اه اجهزة يعني شعاع الليزر وادخله 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 بيه جوه والناس بتنشن كمان على عنين بقى يمكنهم من ايه ايه ده وعنين اللعيبة كمان يعني اه حالس المرمى ده يعيني تبص ليه مدرج بحاله مناشن على عين مناشن على عين هيطلع عارف اه يعني ده مش ليزر واحد ده مثلا خمس تلاف ليزر عملين له جلسة ليزر اه عملين له جلسة تأشير عين الطفل ايه اللي اختلاف بينها وبين عين الرجل الكبير لا احنا دايما حتى في المحاضرات ما نقول للطلبة ما نبصش لعين الطفل على انها عين راجل كبير صغيرة يعني ما نبصش ان هي عين عادية صغيرة زي ما احنا ما ينفعش نبص للطفل على انه انسان كبير حجمه صغير لان عين الطفل لسه في مرحلة نموه ده عين بتختلف اختلافات جوهرية عن العين الكبيرة عين لسه بتتكون عين لسه في مرحلة نموه في مرحلة تكوين علاقة ما بينها وما بين المخ ما بينها وما بين العين الاخرى ممكن في اي وقت العلاقة دي يحصل فيها نوع من انواع المشاكل التعامل مع عين الطفل لازم اكيد يختلف عن التعامل مع عين الشخص البلغ ده برضه سؤالي جاي مهم او ده معنى كده انه لازم فحص عين الطفل عند دكتور متخصص في عيون الاطفال اكيد طبعا وهو حالك هو التخصص عن متن هو الاتجاه العالمي دلوقتي يعني كل ما الانسان بيبقى متخصص في مجاله كل ما يبقى عنده القدرة اكبر على الحكم على المجال ده والتشعب فيه ودراسته هل انا ينفع ان انا مثلا اجيب طفل صغير اوديه عند دكتور بطنة او اوديه عند دكتور كلا ولا دلوقتي بقى فيه امراض اطفال كلا وامراض اطفال حتى مش بس امراض اطفال بقى فيه امراض كلا وامراض كبد وامراض دم ليه؟ لان عمتا التعامل مع الطفل في مرحلة النمو مش دي كل الاطباء بيبقوا مركزين في النقطة دي مش كل الاطباء بتبقى عندها القدرة ان هي تدرس الامراض الوراثية والامراض التطور في العين ولا تقدر ان هي تفحص حتى الطفل بالطريقة اللي الصحيحة اللي المفروض ان يتفحص بيها طفل صغير اللي اكيد بتختلف عن طريقة فحص الانساني الكبير او البالغ كل التخصصات فيه دلوقتي جراحة اطفال فيه جراحة عظام اطفال وفيه جراحة عظام كبار فيه العيون الاطفال وفيه العيون الكبار السؤال المهم يعني الطفل في الكشفة بتاعه اكيد صعب يعني في العيون بالذات حاجة مزعجة مخيفة جدا لكن الكبير بيخط هو عمتا الاطفال ليهم طريقة مختلفة شوية عن الكشف في العيون حتى عن الكبار وده بيبتدي حتى من ان انا اخد التاريخ المرضي للطفل بمعنى اي انا لما باخد هو التاريخ المرضي عمتا مهم في التعامل مع اي مريض لكن انا لما باجي اخد التاريخ المرضي للطفل بركز على حاجات مش هركز فيها في الكبار يعني انا مش هجي الواحد كبير اشوف هو اتولد طبيعي ولا اتولد قيصري هو اتولد قبل معيده ولا اتولد بعد معيده الاطفال من وحنا بناخد التاريخ المرضي بتاعهم فيه حاجات مهمة جدا بتؤشر لامراض راسية وعيوب خلقية ومشاكل احنا ممكن تدلنا على طريقة الكشف والبحث مع الطفل ده حتى واحنا بنفحص الطفل طرق فحص عين الطفل مش هتعتمد زي الكبار يعني الكبير ده حد قاعد وفاهم انا باعتمد على تعاونه معي هو ببصص على العلامات دي مين دي شمال دي فوق دي تحت الاطفال مش هينفع كده بيبقى ليهم طرق اخرى بتختلف من الرضع حتى للطفل الاكبر اللي عنده سنتين تلاتة يعني الطفل الرضيع انا بس بهتم حتى هو متابع الضوء ولا لا يقدر يجمع لو بديله حصة صغير او بلي يقدر لغاية حجم قد ايه يقدر يمدي ايده وياخده الطفل الاكبر شوية بنوري له مثلا خيوط او خطوط بنشوف قد ايه عرضها اللي يقدر يتابعها ولما عرضها يرفع او يقدر يشوفها ولا لا بعد شوية بنوريهم صور ان انت شايف الصورة دي ولا بش شايف الصورة دي دي صورة طيارة دي صورة سنفة بيختلف عن البالغ اللي احنا بنعتمد على الشارت العادية الخريطة العادية او العلامات العادية اللي احنا بنفحصه بيها حتى طريقة فحص الطفل من وهو قعدته على حجر والدته او الطريقة اللي ملفوف بيها الطفل الرضيع بتفرق معنا طبيب عيونه الاطفال مش المفروض ان هو يعتمد قوي على رد الطفل يعني مش المفروض ان هو يعتمد على عقليته لهو المفروض يدور على الحجل وحده مش المفروض يعتمد على انه هيشتكي لانه ممكن يبقى اصغر من انه هو هيشتكي مش المفروض يعتمد على تفاعله بالعكس ده هو المفروض ان هو يطلب اقل تفاعل من الطفل ده عشان الكشف يمر بسلام وهو يدور من غير ما يستفز الطفل اللي قدامه ومن غير ما يدايقه وبيهدوء جدا يعني انا مش هقدر قول الطفل مثلا لو بفحص حوالي بص يمين بص شمال بص فوق بص تحت بعد شوية هو نفسه هيتدايق وطبعا بيبقى فيه الاهل والعيلة وبيبقوا وقفين معاه فهو بيبقى اصلا ديستراكتب بيبقى مش مركز معنا فطبعا الفحص في الاطفال بيختلف عن الفحص في الكبار بكتير يعني اكيد الفحص في الكبار اريح بكتير الاجهزة كمان مختلفة اه طبعا هو من العلوم اللي استفادت اوي من التطور التكنولوجي هو علم العيون في الرجل الكبير قرار الجراحة بيبون انا شايف مشكلة هعمل جراحة الطفل فيه قرارات يعني اعتقد انه مش قرارات سهزات كبيرة هو المشكلة في قرار الجراحة في الطفل انه للأسف اولا التوقيت مش كل طفل بيجي بالتوقيت المناسب لانه يتعمل له جراحة ليه؟ لان الاهالي بتخاف يعني دايما لما يجي حد يقول لي اول سؤال لما نيجي نقول ان احنا هنعمل جراحة في السن ده هينفع نعمل هيستحمل هيقدر لكن قرار الجراحة في الاطفال غير الكبار بمعنى ايه؟ انه لو حد كبير انا بعمله الجراحة جراحات العيون عامة اللي احنا بنسميها يعني هي جراحات اختيارية في بعض الاحيان بتبقى يكبرية في الحالات اللي هي فيها يعني المية الزرقة او امراض الشبكية لكن لو واحد كبير عنده مية بيضة لو عملها دلوقتي او عملها الشهر الجاي او عملها كمان اسبوع من حقه انه هو يختار لو عنده حاول وهو عاجبه شكله كده ومبسوط ومستريح ممكن يقول انا مش هعمل عملية الحاول ممكن اعجل لغاية لما الولاد دي خلاصوا انتحانات لغاية لما اخلص الشغلانة اللي في ايدي ده وارد لكن في الاطفال عمليات العيون الهدف الاساسي منها الحفاظ على تطور العين الحفاظ على نمو العين ووظيفتها بطريقة سليمة علشان تقدر تقدر ان هي تخدم الطفل ده بقيت عمره بمعنى ايه ان لو عندي طفل عنده مية بيضة مش مشكلتي زي الكبير ان هو مش شايف بالعين دي قدم مشكلتي ان المية البيضة دي هتؤدي لحدوث توقف في جريان المستثيرات العصبية اللي بتعمل حس المخ ان هو يشتغل وبالتالي المخ بيفقد علاقته بالعين فمع الوقت في وجود المية بيضة دي هيحصل ما يسمى بكسل العين فلو انا سبت الطفل ده حتى لو شلتوله المية البيضة دي في المستقبل في التوقيت الخاطئ هتفضل العين دي في حالة كسل ومش هيقدر ان هو يستعيد الرؤية نفس الحكاية في حالات الحاول لو طفل عنده حاول وعنده عين بصة في اتجاه والعين التانية بصة في اتجاه تاني خالص بيبتدي المخ يركز مع العين اللي جايبه له الصورة اللي هو عايزها يعني انا بصل حضرتك انا عايزة اشوفك المخ هيركز مع العين اللي جايبه حضرتك لو العين التانية فيها انحراف او فيها زاوية حاول المخ هيبتدي يفقد علاقته بيها يحصل ما يسمى بكسل العين لو انا استنيت سنة اتنين تلاتة وجيت اعمل العملية دي هيبقى لمجرد تحسين الشكل لمجرد القضاء على شكل الحاول لكن ان انا استعيد وظيفة العين دي استعيد الرؤية في العين دي بعد ما حصل كسل في العين ده بيبقى شيء صعب وبالتالي قرار الجراحة في الاطفال بالاساس بيبقى الانقاذ وظيفة العين اكتر منه اي حاجة تانية ده مأساة كبيرة طبعا ده مأساة كبيرة طبعا عايزة روح لي الطفل خلاص احنا قررنا يعني ان هو يتعمله حاجة واكتشفناه تمام التمام فيه طفل تاني ما اكتشفناهوش هو وصل لمشكلة خلاص وصل لحالة فيها مشكلة هل نندب هل الاكتشاف المبكر كان ممكن يوقف المشكلة دي اكيد طبعا هو عمتا زي اي مرض الاكتشاف المبكر والوقاية من المرض احسن بكتير من ان احنا نوصل للمرض او ان احنا نوصل لمراحل متأخرة من المرض وزي ما قلنا بالذات في الاطفال من اول يوم ولادة طبعا بيفرق جدا في ان احنا نحدد المرض ونحدد علاجه قبل ما يأثر على وظيفة العين دي السليب الحديثة في علاجة سلعين كنا قلنا الحلقة اللي فاتت تمامي فامي يعني لازم الناس رجاح حوار انا رجاع اه 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 لا مسألة مرتبطة بعضها كسلعين جزء مهم في الحوار بتاعنا اكيد طبعا دايما كان عندي سؤال مهم الام عدى طفل اللي هيتحدث لا يشتكي لا يصرخ لا يقول شيء والعين ما عندهش قلم ولا عنده حاجة تمامي امتى تبهولك تجيلي كل بتاعلي انه لازم فيه فكرة وثقافة الكشف الروتيني تمامي هو مبدئيا اه ان ان الطفل يفحص من اول يوم بعد الولادة اه يتعمل له فحص القاعة العين ويتم فحص عينه كلها لو كان فيه اي مشكلة خلقية او اي عيب خلقي او فيه اي مشكلة وراثية يتم تشخصها فورا بالذات ده بيبقى فيه اطفال معينين يعني مثلا احنا بنسميهم الاطفال الخدج او الاطفال البيماتيور او اللي هم مولودين اقل من 32 اسبوع او الاطفال اللي هم مولودين اقل من كيلو ونص او الاطفال اللي دخلوا حضانات لفترة طويلة الاطفال دي بالذات بتعاني من امراض وتلايفات في الشبكية لو لم يتم اكتشافها مبكرا ممكن تؤدي لفقدان الرؤية في العين دي تماما فبالذات الاطفال اللي في الحالة دي لازم يتم فحصهم عامة بعد الولادة كل طفل في اول يوم او في اول اسبوع بعد الولادة يستحسن ان هو يفحص بعد كده امتى بقى الام تجيب ابنها هو الطبيعي ان هي تفحصه دوريا ان احنا زي ما حياتك قلت بقى عندنا ثقافة فحص الطفل قبل ما يبقى فيه مشكلة لكن حتى لو فيه مشكلة ما ناتج هلهاش هي الفكرة انه الطفل ده مش عشان هو كويس يبقى عينيه الاتنين سلام هو عنده عين وعنده عين تانية شايلها يعني لو انا عندي مشكلة في العين اليمين الشمال شغالة وهو شايف بيها والطفل مش هيقدر يحدد في سن صغير ان انا عندي مشكلة في عين الشمال هو ماشي وبيتفرج على التلفزيون شايف الاكل بتاعه شايف مامته شايف بابا فخلاص هو الدنيا بالنسبة له سليمة انت نورتيني وشرفتيني واسعتيني بهذا المعنى المهم جدا الثقافي لمتى وكيف واين نرها عيون اطفالنا ضيفات العزيزة القيمة العلمية الكبيرة السيد دكتوران اليمين البدوي كانت فيه الناس الحلوة في واحدة من ارقى حلقتنا على الاطلاق واكثر اهمية واحتياجا في مجتمعنا العربي باورتنا يا دكتوران ربنا يا باية خليكم دايما معنا سلام جراحات المستقيم او امراض المستقيم اللي تستدعي الى جراحة هي واحدة من كلاسيكيات الثقافة مش في مصر ولا في المنطقة العربية في العالم كله في التأخير النصور الشرجي من الحاجات اللي اعراضها ما هياش فيها وجع قوي ما فيش حاجة تخلي المريض يجري قوي يعني مش متوجع قوي فروح يجري على الدكتور اذا مريض يبقى فاهم وعارف ان فيه مشكلة مرضية اسمها نصور الشرجي لازم نقفل الفتحة الداخلية 80% من نجاح العملية يعدمد على افلان الفتحة الداخلية لو الجراح مقدرش يوصل للفتحة الداخلية بنحكم نسبة كبيرة على المريض على ارتجاع المرض اشتركوا في القناة